مشروع أمر توجهي للمفاوضية الأوروبية يضبط تجارة التبغي واستهلاكه جاء فيه مخترح ينص على أن تغطي رسائل الوقاية الصحية من التدخين نسبة 75% على الأقل من مساحة علب السجائر والتبغ ويتوقع أن ينص المشروع أيضا على منع بيع السجائر بنكهات عطرة إضافة إلى السجائر الرقيقة والعلب الصغيرة التي تشجع الناس على التدخين وسيتعين على حكومات دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي الموافقة على المشروع قبل أن يتخذ الصبغة النافذة للقانون النية من هذا الأمر ليس زيادة استهلاك السجائر وإنما تقلصه وتسعى المفاوضية من وراء المشروع إلى تخفيض عدد المدخنين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% من أصل 27% حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤدي تدخين إلى وفاة نحو 700 ألف شخص سنويا في أوروبا موسيقى المترجم للقناة